تيام ساعة خير تحياتي لكم في بداية حلقة جديدة من السادسة والحقيقة على حسب انت شفت المباراة ازاي هيكون الكلام طبعا مواجهة الاهلي وشابلو الزاد عودة مرة تانية للسئناف المشوار والبداية ببطولة افريقيا اللي كانت مواجهة الحقيقة في منتهى الصعوبة مفردتهاش قوة المنافس بقد مفردتها صعوبة الظروف اذا كنت منتظر او كنت مستني انك انت تشوف نسخة الاهلي ما قبل التقف الدولي نسخة الاهلي في كاس العالم للاندية نسخة الاهلي لقدمت اقوى عرضها امام اتحاد جدة ووصلنا الفورم عالية جدا على مدار البطولة استمرت معنا لغاية ما حسبنا الميدالية البرونزية على حسب بطل اسيا وبطل يابان قروا ريدز او حتى نسخة الاهلي في بطولة كاس النغبة او كاس السوبر بمسمات جديد فبتهيئة لي اقول لك هارد لك انه الاهلي فقد نقطتين واذا كنت حاطت في اعتبارك الظروف الصعبة اللي يمكن كتير مننا ما بيكونش مركز اوي في تفاصيل ملوش علاقة يعني ايه فترة التوقف دولي يعني لقى الاهلي بعيدة عن المشاركة الرسمية بقى له ست اصابيع يعني ايه في العيبة كتير جدا كانت مع منتخباتها وما كانتش موجودة مع الفريق بتتمرن معاها اذا كان في قائمة طويلة من الاصابات فبالتالي بالنسبة له انبارح خسر نقطتين في منتهى الاهمية سواء هارد لك على خسارة نقطتين او مبروك الفوز بنقطة خلينا نتكلم الاول على مكاسب مطش مبارح مكاسب مطش مبارح المكسب الاهم المكسب الاهم هو الحفاظ على صدارة المجموعة يعني مع المستوى شول هزيل خلينا نقول متوسط اللي ظهر بين نادي الاهلي في مواجهة شباب له ازداد على ملعبه احنا تكلمنا قبل المباراة انه النشاط رياضي فيه الجزائر لم يتوقف زي ما حصل كما حدث عندنا في مصر اثناء فترة بطولة امم افريقيا بمعنى ان المسابقات المحلية استمرت وانه شباب له ازداد لعب مطشاته بشكل طبيعي جدا وبالتالي فيه حاجة اسمها لياقة المباريات يعني فكرة انه الكرف بتاع الفريق ومستوى الفريق يبقى مرتبط بارتباطات رسمية لعيبة بتشارك لعيبة بتنافس شباب له ازداد هو تاني الدولي الجزائري في الوقت الحالي دي حاجة اسمها لياقة المباريات فريق شباب له ازداد كان واحدة من عناصر تفاوقه على الاهل امباريح بمنتهى الوضوح هي لياقة المباريات اللي افتقدناها احنا بشكل كبير مقدرش اقولك او اكلمك على لعب لعب او على مركز مركز يمكن يكون فيه لعيبة تظلمة امباريح بحكم قايمة الغيابات يمكن يكون فيه لعيبة تظلمة امباريح لانها لعبت في مركز مش مركزها لكن ككل ما تقدرش تقول ان كان فيه نجم الفريق استثني من ده يمكن شوية مصطفى شبير اللي يمكن كان اللعب الابرس فيه مباريات امباريح لكن هل اكتفى الاهلي بس بالخروج بمكسب الحفاظ على الصدارة ونقطة منحاته التفوق على الفريقتين اللي بيجوا وراه فيه ترتيب المجموعة لا انا بشوف ان كان فيه مكاسب تانية كتير ابرزها ان لم يكن اهمها عودة ريدا سليم ريدا سليم اعتقد ان واحدة من الاوراق اللي ممكن جدا تصنع الفريق